أكد مدير مستشفى الرمثة الحكومية أن مشكلة التكييف المركزي ستنتهي قريبا مبينا أن عملية أي عادة تأهيد التكييف التي عانى منها المرضى والعملون مؤخرا ستتم بعد تأمين المبالغ المطلوبة لغاية استبدال الأجهزة المعطلة التي أجريت لها صيانة كاملة السنة الماضية ثم تعطلت نتيجة الحمل الكبير الذي تتعرض له تزامن ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف مع تعطيل نظام التبريد المركزي بمستشفى الرمثة الحكومي الأمر الذي فاقم من معاناة المرضى والمراجعين والكادر العامل في هذا الصرح الطبي يعني مستشفى الرمثة صحيح مبنى كبير وكادر لكن والله فيه أخطاء شنيعة حقيقة يعني مثل التكييف آخر فترة كان ضعيف جدا جدا صحيح تعطلوا أنظمة التبريد الذي استمر قرابة أسبوع أكدت إدارة المستشفى أنها تسعى لتجاوزه في أقرب وقت ممكن ضمن تعاونها وتواصلها المباشر والحثيذ مع مجلس لا مركزية لتأمين المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة نحن التكييف المركزي عندنا معطل منذ فترة بسيطة كان معطل عندنا ثلاثة تشيلرات قبل فترة وكنا مشيين تقريبا من شهرين وجاي على تشيلر واحد ولقد تعطل كمان تشيلر الرابع وتم مخاطبة المعنيين بذلك ومخاطبة الوزارة والشباب اللامركزية تم عمل مناقلة وتحويل مبلغ ورصد المبلغ المطلوب لإعادة وتركيب وصيانة المكيفات إن شاء الله تلف أجهزة التكييف في معظم أقسام المستشفى لم يصل إلى وحدة العناية المركزة والتي تعمل على نظام تبريد منفصل لخصوصية هذا القسم فيما يأمل الجميع هنا بأن تنتهي معاناتهم خلال أيام في الوقت الذي أكدت فيه إدارة المستشفى عودة الأمور إلى طبيعتها قبل إجازة عيد الفتر الماضية مؤمن رمضان رؤيا